هلا وسهلا لا تكون سهل الاستفزاز لا تعصب لا تغضب امام النرجسي عساس انه بيحس فيك بيستحي على دمه ممكن تحس انك انت ثير الشفقة عليك انه ممكن يرحمني يشفق علي يحن علي ممكن اذكره ببعض المواقف يمكن هو ناسيها فانا اصرخ وعصب وذكره فيها تذكر يوم سويت لك كذا انا ضيعت عمري معاك وانا احاول ارضيك هذه اغلب الكلمات الضحايا للأسف اللي يقولونها النرجسي بزعمهم انها بتكون مؤثرة وممكن نوعا ما يتعدل ابدا والله ما يتعدل يتعدل بليس ممكن ولا يتعدل نرجسي لذلك اهتموا بانفسكم تجاهلوا هذا النرجسي مسألة انه انا اذكره بمواقف اللي عملها هو يتغذى عليها هو يتغذى على هذا الشي يتغذى على انه يشوفك تبكي يتغذى على دموعك يتغذى على اثار الشفقة انا سويت لك وانا عملت وانا كنت مريض او كنت مريضة انا طيعت عمري معاك عشان احاول ارضيك انا ما قصرت معاك سويت كل شيء اهتميت بنفسي اهتميت بالاولاد اهتميت بالبيت اهتميك نفس الكلمات الضحايا هي واحدة والنرجسي لا حياتها لمن تنادي في عندنا مثل في سعودية انت قاعد تنفخ في قربة مشقوقة قربة مشقوقة اي شيء جالون حاجة مشقوق او في فتحة تنفخ فيه ما ينفع الهوى يطلع هذا اللي قاعد تسويه انت مع النرجسي ولا تعلم انك قاعد تغذي النرجسي نرجسيا فيتمادى اكثر هو اذا ما يشوف انه انا مؤثر عليك واشوف دموعك واشوف انك تثير الشفقة عنك وتذكرني بالاعمال الصالحة اللي قاعد تسويها كضحية وتذكرني باني انا احاول ارضيك مثل ما قلت كل هذا هو يسوي كذا قمة المتعة قمة الوناسة فيتمادى النرجسي عدوه عدوه انه ما يكون مؤثر لا بالخير ولا بالشر عدوه التجاهل عدوه النرجسي البرود عدوه عدوه النرجسي انه انا مهما استفزيتك يعني النرجسي لما يستفزك ويضايقك ويحرمك ويهجرك غير فارق عندك مو فارق عندك ينجن هنا جنونا يبدأ يدور خطط ثانية يبدأ يروح عد مراحل اكثر اللي هم مراحل التهديد يبدأ يروح مراحل التخويف هو يعرف نقاط ضعفك النرجسيين عندهم دهاء مو ذكاء بس دهاء لانه يختبرون شخصية شريك حياته من البدايات يختبرها بدون ما تشعر انت يختبر نقاط خوتك ونقاط ضعفك فيلعب على الوتر هذا فيحاول ايش يقول ايش نقاط الضعف اممم الشريك ايش نقاط ضعف الاولاد او يروح يخاف candidates ويعرف انك انت خاف على اولادك وتحب اولادك لاني قربانك سابقا الفيصير يصرخ عليك قدام الالاولاد علشان ان تقوللم لا اrei انياه الاولاد انياه الاولاد خلاص اللي تبيه بيصير اللي تبيه بيصير انياه الاولاد لا تصرخ قدام줘 انياه علشان نفسيتهم غشان شبط 不 trusting فاكل اه اعقم فاكنا تعلق انذه ي sausقالانience يا اقولك يا ويلك بصير كل ما عانت واستقويت وصرت متجاهل وبارد بحاول استغل نقطة الأطفال يصرخ قدامهم ونتاخذ الأطفال وتوديهم بعيد بعدين تروح تكلم النرجسي هذا تقول لنا تكفى خلاص ممكن نتناقش ونسوي اللي نبغاه بس بعيد عن الأطفال الله يخليك بعيد عن الأطفال هو عارف ترى لا تذكر بهالشي بيقول لك خلاص شوفوا الجواب بيقول لك خلاص ما تبقى نصرخ قدام الأطفال وعشان نفسياتهم وعشان ما ينأثر عليهم إذا أكبروا هو عادي بلا يذكرك أنه ممكن يتأثرون خلاص تسمعي الكلام أو تسمع الكلام فتضطر الضحية للأسف أن تسمع كلامه بعشان أطفالها دائما كنت أقول استودعوا الله استودعوا أطفالكم الله سبحانه وتعالى ودائما كنت أقول أنت خليك المرمم تعرفون الترميم في البناء اللي لما يكون فيه بناء مكسور جدار مكسور شيء مكسور أروح أرممه وضبطه وصلح فيه اللي هو الإصلاح خلك أنت المصلح هو معلش لا تخلي النقاط ضعف عليك هو بيصرخ قدام الأطفال خلي صرخ قدام الأطفال أنا بعدين أمسكهم أمسك الأطفال وأبدأ أصلح أقول معلش هذا أبوكم إذا كان أب هذا الأب عنده ضغط في العمل شديد وعنده صداع في راسه عشان كده قاعد يصرخ هنا أطمئن أطفالي بأن أبوهم سوي احذروا وانتبهوا أنكم تقولون لأطفال أبوكم مريض أو أبوكم مجنون أو أبوكم نرجسي هنا يزيدهم سوءا حتى لو ما تكلموا يصير فقد الأمان هو الطفل عنده الأمان رقم واحد الأب ترى بعدين الأم الأم اللي هي الحنونة اللي عندها الاحتواء اللي هي الحنان بس الأمان هو الأب فلا تضرب أمان الطفل بأنك تتكلم عن أبوه بالشي السلبي والغلط حتى لو كان سيء الأب فتمسكه مثل ما قلنا تمسك الطفل تقول له ما عليش عنده ضغط في العمل أو عنده صداع قاعد يعاني نون صداع عشان كده يصرخ هنا أنت سويت طبطب على الطفل وخليته مطمئن اتجاه والده وفي نفس الوقت انت محيت موضوع نقطة الضعف أكرر انت مسحت نقطة الضعف هذه شلت نقطة الضعف موضوع الأطفال فيرجع النرجسي ينجن يقول يعني خير وش السالفة هي كانت تخاف على أطفالها الآن لماذا صارت متجاهلة أو إذا كان رجل لماذا صار متجاهل أطفالها كان حريص على أطفالها وانا ما نصرخ على أطفالها لأن النرجسي يأتي مرأة نرجسية ورجل نرجسي بس نحن نتكلم بالعموم فهذا تفكير النرجسي كان نقطة ضعف أطفالها وكنت مبسوط عليها الآن أنا ما أفعله يبدأ يفكر شيء ثاني أوه المال دعني أحرمها من المال لأن لا عندها وظيفة ولا تأخذ من أهلها أهلها أصلاً لا عندهم فلوس كثير فيبدأ يحرمك موضوع المال ما فيه فيخليك تتوسل وتترجع أنه لا عندنا شيء في البيت أن الأطفال محتاجين أنا محتاج فهو يرفض فأنت تتوسل فيتغذى ويتمادى يعني رأيت أنه في حل للتوسل هذا فأرجع وأقول لا بد أن تتبع خطة أنه ما أطلبه أنا مباشرة أنا أحط له أشياء اللي هي مثلاً طلبات البيت طلبات الأطفال على الثلاجة وعلى مكان المجلس مجلس اللي يجلس فيه هو أو أرسل أحد الأطفال أنا كضحية ما أتكلم معه في موضوع الأطفال نهائياً عشان ما أغذيه وما خليه يستقوي من ناحية هذه يصير قوي من ناحية هذه فيه يتمادى يتمادى أكثر لأنه يريد أن يتغذى يريد أن يشعر نفسه بطل وقوي فنرجس عنده خلل يعني في الشخصية ففي الحالة هذه بعضكم يأتي في التعليقات يقول طب أنا ما أقدر أعيش ما في أغراض البيت ما في أغراض الأطفال من يودي الأطفال زي كده يعني أنا أقول لك هو عايش معكم هو لابد أن يسأل وين الغداء وين العشاء وين الرسالة اللي بتجيه أنه أغراض في البيت ما فيه لأنه ما فيه قويين في الموضوع هذا لا تقولون ما نقدر نخاف في استوحش أكثر لا تجوني تقولون نحن نخاف أنه نقول له ما فيه غدا ما فيه عشاء ينجن ويضرب لا القوة القوة لا بارك الله بالضعف لا حد يجين يقول ضعيف يبغى حلول أنت ضعيف ما رح يجيك أي حل في الحياة أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن شاء الله أنا جبت الآية صحيحة أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله لعظيم الله قالها تغير بنفسك الله سبحانه وتعالى ما يحب عبده الضعيف كيف أنت ضعيف تبغى حلول أنا خائف لا لا لابد في حل أنا ما فيه أغراض ما فيه شيء ما رح أعطيك غدا ولا عشاء ولا رح أخدمك والرجل عنده القوامة بالنفقة الله أعطاه القوامة عشان نفقة من ضمنها النفقة يعني فخلاص إذا ما منفق سقطت عنها الرجولة هذه كلها سقطت فهمته فمهم هذه النقاط يا جماعة الخير أرجع وكرر انتبهوا من موضوع الغضب والعصبية كل ما نرفزكم النرجسي لأنه خلاص بيصير على الطالة وعلى النازل يستفزكم فأنت تغضب يصير هو مبسوط هو ما يوضح لك مبسوط هو وضح لك أنه بالعكس أنا أسكتك أنت عصبي وغضبان وتصرخ أنا أسكتك ويصير لي الحق أني أشتمك ولي الحق أني أضربك من خلاله الحق هو عنده خلل واتفقنا نرجسي بس من خلاله الحق أنت كضحية أعطيته المجال هذا لأنك تعصب على الطالة وعن نازل يا أخي شكلك غلط لو تلاحظ شكلك أنا نفسي أصورك كضحية وأنت معصب شكلك غلط أنا آسف أنت سويت فيني كذا أنا ضيعت عمري معاك أنا سنين سنين طويل وأنا أحاول أرضيك طيب وبعد أنت قاعد تتكلم شخص عاقل عشان يفهم عشان يتأثر مو عاقل ولا هو بسوي على أساس أنه يتأثر هو بصوت يقول شوف شو مؤثر عليها حديث نفسه حديث نفسه يقول شوفوا كيف أنا فيروح النرجسي بعد المشكلة هذه والضحية كانت تبكي أو الضحية عصبت أو الضحية قامت تقول والله هدد وأنا بروح وهو عارف أنه الضحية هذه ما عنده لكلام مجرد تهديد والله لا أخليك والله لا أنفصل عنك والله لا أكلم أبوي والله لا أكلم أهلي وفي النهاية ما فيه مجرد كلمات متكررة من الطرفين الضحايا سواء ضحية رجل أو إمرأة حتى الرجال الضحايا عندما عن النساء النرجسيات يتكلمون كذا يقول والله لا وريك والله العظيم لا أتركك والله لا أطلقك وهي عارفة آسف آسف لحد يزعل مني ولحده شخص الموضوع هي عارفة أنك رأي كلام بس ما عندك إلا الكلمات فقط تهديد وبه تهديد وعارفة أنك ما راح تقدر تخليها لذلك لا تقول كلام إلا أنت قده ولا الصمت أفضلك إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب لما تطلع كلمات تهديد وتخويف كضحية خليها كلمات أنت قدها أو اسكت وأنا دائما أنصح بالسكوت والصمت ولأنهم يخافون من الساكت يبغون يعرفون لماذا ساكت لماذا صامت أكيد ورا شيء بس لما يشوف مجرد تتكلم كثير وتهدد وتخوف يعرف أنه ما عندك شيء لأنهم يخافون من الأفعال فقط في النهاية أتمنى أنكم تعملوا لايك للفيديو هذا عشان ينتشر ويستفيد منها غيرك ولا تنسوا الاشتراك في القناة وحساباتي في السوشال ميديا كلها موجودة في الملف التعريفي اللي كل حساباتي في السوشال ميديا السلام عليكم